النهاردة حتى كابتن ساد عبدالحفيز المدير الكورة في النادي الأهلي كان بيكلم عن إن وديت فريق الشباب ديت مفيدة قدقية ممكن كان بيقول حتى إن في أهداف طلعت بيها وديتها النهاردة زي مثلا النهارة طمنوا على حالة وليد سليمان يعني خلاص اللعيبة بشكل عام وعلى شكل خاص على وليد اللعائد من الإصابة عندنا إصابات طبعا وليد سليمان في مقدمة الإصابات بعد فترة غياب يعني ده كان من أبرز مكاسب لقاء اليوم ممكن كابتن ساد كمان كان بيتكلم برضو عن عدة يعني الاستفادات الكبيرة من المباراة بعد مثلا ما شاف فريق الشباب اللي عندك بقى خلاص شباب عناصر صاعدة بيشوفها عن قرب في الملعب بيشوف إزاي لعبها بنشوفه النهاردة إلى أي مدى قطاع الناشئين في النادي عنده مجموعة من المواهب المميزة اللي لابد وحتما ولابد أنه يتفاكس عليها أو يكون متواجدة بقوة خلال الفترة اللي جاية كل ده يعني أنت عندك تلاحم مباراة ما كانش عندك وقت الموسم لحم في موسم ما كانش عندك وقت أن أنت لا تبص على الناشئين ولا تنزل اللاجعين من الإصابات بسرعة في ماتشات فده كان مهم جدا جدا في اعتقادي الأول وآخير للموسمين في الفترة دي صحيح كانت فترة مهمة لكن كمان عايز أقول أنه كمان ده ياريت يتقرر إحنا عندنا تلاحم مواسم مباراة كتير لكن فيه لعبة ممكن ما تلعبش كتير ممكن نستغل دوت أن نعمل كمان مباراة أو تأسيمات قوية جدا مع الفريق أو اللعبة اللي ما بتلعبش مع قطاع الناشئين أو فريق الشباب بيصدقوني ده شيء ممتاز جدا كلام ده بيحصل كمان في أوروبا أنه هو بيطلعوا الولاد الصغيرين بياخدوا خبرات لما تلعب 3-4 مرات مع الفريق الأول ويكون فيه تنافس والروح المعنوية تعالى العناصر المميزة بتبين في المنطقة دي في إن شاء الله كل التوفيق ليه كمان نادي الأهلي وقطاع الناشئين أنهما يطلعون ويبرزوا لعيبة على مستوى عالي بإذن الله